أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس عين 2022 أنه لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاما أن تكون شبكة الكهرباء والتوزيع قادرة على استعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن نحن في مصر لما تكلمنا خلال السبع سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأسية تكلفت 400 مليار دولار وحياة كريمة الذكرة دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتور أماني ده بتكلفنا حكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول إن احنا بنضع نفسينا في مجال مناسب عايزة تقارن دولة زي من غير ما يجيب أسماء هذا قارن دولة زي مصر عشان أنا أقدر أكون محطة أو مركز للطاقة طاقة الكهرباء على سبيل المثال كان لابد أن يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استعاب النقل لنا لدولة زي ليبيا لدولة زي السودان لدولة زي إسرائيل لدولة زي الأردن لدولة زي السعودية ترجمة نانسي قنقر